السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من كورس الكمبيوتر بيجن هتكلم معكم النهاردة عن أول بروجيكت باستخدام اليولو V9 وهو الكار كاونتين الكود اللي احنا هنشوفه في الفيديو بتاع النهاردة شرحينه قبل كده هو هو نفس الكود ولكن هنبريك بس ازاي ان انت تتعامل مع اليولو V9 فالكود مش هشرحه in details لان اي حد بتابع معي الكورس تقريبا لو شاف الفيديوز الخاصة باليولو هيفهم الكود بكل بساطة فالأول خلينا اقريك الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه ده الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه هنقفله من هنا عشان مش عارم الشغال ليه عايزين نعمل counting لكل الفيكلز اللي هي going down فالموضوع بسيط وعملنا كتير قبل كده هتيجي هنا كده مثلا تعمل line او تعمل area زي ما انت عايز احنا مثلا دلوقتي هنعمل line وبعدك هنعمل detection لكل الكارز باستخدام اليولو V9 بعد بتعمل detection وتطلع الباوننج بوكس بتاعك هتروح تحسب ال center center بتاع الباوننج بوكس وبعدك هنعمل التشيك بقى على اي point موجودة في ال center ولكن هاخد مثلا قيمة ال y اللي موجودة في ال center لان انت عارف انت عندك الباوننج بوكس وعندك ال center لكوردينة x y فاحنا عايزين ناخد مثلا ال y ونعمل التشيك على قيمة ال y دي بما ان السيارات بتتحرك كده يعني اكتر على ال vertical فناخد مثلا قيمة ال y وممكن برضو تاخد قيمة ال x اعتقد يعني مش تفرق لانه زي ما انت شايف هنا قيم ال x بتكون قليلة ولما الكار بتطلع تتقدم لقدام قيمة ال x بتزيد وفي نفس الوقت قيمة ال y بتزيد فهتقدر تشتغل على اي point مش مشكلة المهم يعني خلاصة الموضوع احنا هناخد اي قيمة في ال center بتاع الباوننج بوكس ونقارنها مع الكوردينتس بتاعة اللاين لو بيحصل matching ما بين ال center بتاع الباوننج بوكس وال center بتاع اللاين هنبدأ ان احنا نعمل ال counting ده اللي احنا كنا بنعمله قبل كده يعني موضوع بسيط جدا تعال بقى على الكود اول حاجة هنا بغير ال director بتاعي وبعد كده بعمل import ليه cv2 وبانداز ويه الترليدكس نجيب منها اليولو وهنا معنا التراكر مديول ده اللي احنا كنا بنستخدمه دايما قبل كده في البروجيكتز الخاصة ب الابليكيشنز اللي كنا بنعملها على اليولو هنا من التراكر هنعمل import ليه كل حاجة ومن اليولو هنعمل download ليه اليولو v9 اللي هي ال compact اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي قبل اللي فاتت لما شرحت لك ال different models اللي موجودين في اليولو v9 بعد كده هنا بنحدد اللي ست دي اللي فيها كل classes الخاصة بالcoco data set لان زي ما انت عارفين لما بتيجي تعمل لما اليولو بيطلع لك ال predicted class بيكون عبارة عن class id فانت بتيجي هنا تبدل class id بالاسم بتاع ال object نفسه بعد كده من التراكر هناخد منها هنا object وهنا vvariable اللي هو count equal to zero بعد كده بنبدأ نجيب الفيديو بتاعنا اللي لسه شايفينه من دلوقتي ودي dictionary اللي هو down عشان هنخزن فيه بعد شوية k هيكون عبارة عن id والvalue هتكون عبارة عن القيمة بتاعت ال y اللي هي خاصة به center بتاع الباونينج بوكس وده set برضو اللي هي counter down دي اللي احنا نستخدمها عشان بعد شوية هجيب اللين بتاعها واللين نضغط هيكون بمثابة count بالنسبة ليه الفيكيز بتاعتنا بعد كده بنعمل بقى while true وبنبدأ ان احنا نقرأ كل الفريمز بتاعتنا وبعد كده باخد الفريمز دي ببعتها لل yolo v9 وبيرجع للresults والresults هنا بتاكسز على بتاكسز على الresults بتاعتك بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنعملها مع yolo v8 بتقول برضو results of index zero وبعد كده dot boxes dot data تمام خد results of index zero وعمل لها print وشوف ايه اللي متخزن فيها هتلاع عندك ال data بتاعتك اللي هي عبارة عن الباونينج بوكس بتاعتك تمام dot data والكلام ده كله هناخده ونحاوله على cpu وبعد كده نحاوله لنامباي وبعد كده نحاوله ل data frame انا بشرح الكلام ده سريعا لان نفس الكود ده شرحينه مرارا وتكرارا كل الفكرة اللي انا طلع ورولك في البروجيكت ده ازاي ان انت تتعامل مع yolo v9 موضوع شبيه جدا اللي كنا بنعمله في yolo v8 تمام بعد كده هنا بتعمل enter rose بقى عشان تعمل لوبينج على كل ال data بتاعتك اللي موجودة هنا او كل الباونج بوكس بتاعتك اللي موجودة هنا في ال data frame طبعا ال bx هنا لما تعمل على loop بيرجع لك الباونج بوكس اهو الكوردنات الو الطوب ليفت والبوتوم رايد بيرجع لك كمان وطبعا اندكس رقم 4 احنا هنا مش جايبين واندكس رقم 4 ده اللي بيكون في confidence score لو انت عايز تاخده وتعمله فيجوليز على الفريم بتاعتك مفيش مشكلة المهم يعني هنا هيرجع لي ال class id هاخده وابدله من الليست اللي احنا عملناها فوق بتاعت الكوكو data set عشان يرجع لي الاسم بتاعتك ال class نفسه تمام ولو كان الاسم ال class ده توعباره عن car هاخد الكوردنات سيبتاعت الكار وعمل لها append في الليست اللي اسمها list تمام بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل tracking انت طبعا عارف عشان تعمل tracking لازم يكون معاك الباونج بوكس وتبعت الباونج بوكس للتراكين سيبقى deep sort او ال kelman filter kelman filter عشان يرجع لك ال id لازم بتاعتك الباونج بوكس فبتاعتك الباونج بوكس بتلاعي انه لكل الباونج بوكس بيديله unique id تمام فهنا tracker.update وتتدله الليست الليست اللي احنا كنا بنخزن فيها الكوردناتس بتاعت الكار هتلاعي انه هنا بيرجع لك الكوردناتس بتاعت الباونج بوكس بالاضافة لل id فنبدأ ان احنا نعمل بقى for loop على ال b box id ونرجع هنا الكوردناتس اللي جاي بقى من التراكر موديول وكمان بالاضافة ال id بعد كده بنبدأ ان احنا نحسب ال center بتاعتك الباونج بوكس بتاخد x3 زاد x4 وتقسمها على ال 2 طبعا هنا هتلاقي فيها علامتين الاسم علامتين الاسم عشان الرقم اللي يرجع لك يكون integer لو انت حطيت علامة واحدة هتلاقي انه بيرجع لك رقم float تمام فهنا انت جبت center x وال center y الباونج بوكس هنبدأ ان احنا نحدد value ال y دي خاصة بال line يعني اللي احنا نرسمه دلوقتي بحيث لما الكارت عدي ال line ده نبدأ ان احنا نعملها نبدأ ان احنا نعملها counting فهنا قيمت ال y counter 28 وهنحط offset كده بسيط اللي هو مقدار مثلا 7 pixel ولا حاجة وابدأ احط ال condition ده condition ده تشرحنا مرارا وتكرارا في الفيديو السابقة كل الفكرة وما فيها ان انا عندي قيمة لل y خاصة بال line اللي هي مثلا 308 وعندي center بتاع الباونج بوكس اللي انا لسه حاسبه فانا عايز اعمل تشيك بقى لما center بتاع الباونج بوكس طول ما الكار عمال تتحرك اول ما توصل عند ال line بالظبط اللي اول ما توصل عند ال coordenat اللي هي 308 بالنسبة لل y اه يبقى انا كده عايز اتأكد من ال condition ده بس ان هي الكار بتاعتي وصلت عند ال line مش اكتر فهنا بقول لو ال y اصغر من ال c y زاد ال offset اللي هو center بتاع السيارة اللي هو ال y بالتحديد زاد ال offset اللي احنا هنزود دولة السبعة وال y اكبر من ال c y يعني هي كده بتأكد ان هي وصلت عند ال line بالظبط ففي الحالة دي هبدأ اخد بقى الدكشنري اللي انا عملته في البداية اللي اسمه down وال id هخزنه في الدكشنري ده بالاضافة لل c يعني هنا الدكشنري اللي اسمه down اللي هو ده تعرف القيمة بتاعة y اللي هو بتاعة center بتاعة bound box تمام ده اللي متخزن في الدكشنري بعد كده خد بالك الدكشنري ده هيكون متخزن فيه ال id بتاعة ال cars اللي هي عدة ال line فقط فطالما id موجود في down موجود في الدكشنري ده هبدأ ان انا اعمل circle يعني ال circle دي مش هتظهر غير لو كانت ال car او center بتاع ال car عمل matching مع line هيبدأ انه يرسم لك ال circle دي عند center بتاع ال car بالزبط تمام ودي بقية التفاصيل الخاصة بالcircle وطبعا سلب واحد عشان تكون field من جوه كله بيزيك شرحين قبل كده وبرضو هنعمل تيكست التيكست ده تيكون عبارة عن id يعني ابرسم ال set اللي احنا عملنا من شوية ال count دي هيكون متخزن فيها كل ال id بتاعت السيارات اللي هي عمل matching او center عمل matching مع line يبقى انت بكل بساطة عشان تعمل ال counting خد ال set دي ببساطة يعني فاحنا هنا بنحدد the text color وال red color وهنا بنعمل line line تقدر تحط في اي مكان انت عايزه هنا بتحدد نقطة البداية هنا طبعا عشان ترسم line محتاج نقطتين ادي x y بالنسبة لأول نقطة x y بالنسبة لتاني نقطة تمام وred color وده sickness وانا برده هنحط التكست ده اللي هو كلمة red line بعد كده عشان تعمل الموضوع بسيط جدا هتجيب ال linn بتاعتك اللي بتخزن فيها ال id انا قلت لك من شوية ان ال list دي sorry ان ال set دي كل ال id اللي فيها بتاعت السيارات اللي عدت line تمام فانت هنا خد linn بتاع يبقى انت كده معاك السيارات اللي بتعد line خد العدد ده اللي هو موجود هنا في down وابدأ يعمل له visualize على frame بتاعتك من خلال put text تقول going down وتديله هنا العدد وطبعا هتحوله لل string وبتحدث بقى بقية التفاصيل الخطة بتخص بال location ونوع الخط وال skill بتاعه والcolor وال sickness وهكذا تمام وانا بنعمل show وrelease and destroy all ones كل الكلام ده basic سو عارفين يعني فخناها كده نرن الكود نرن من اول هنا ده شكل output زي ما احنا شايفين كده هتلاحز ان center الخاص بال car اول ما بيعمل matching مع line بيبدأ انه يعمل visualize وهنا اداني error تعال نشوف error كده error error هتلاحز هي مشكلة متعلقة بال memory غريبة اول مرة يظهر ال error مع ان رون انت متشاو ما كانت احنا مشكلة هنا متعلقة بال memory خلينا نجرب تاني كده ان center بتاع car بيظهر اول ما بيعمل matching مع line وراح error برضو ظهر تاني لا المرة الerror اختلف يعني ليه علاقة ب crital frames لا برضو out of memory out of memory ليه يعني بستخدم huge model يعني ممكن لان c برضو عدد البرامتر فيه كتير شوية فخلا ممكن نجرب model تاني ولا يكون tiny model تعال كده نجرب tiny no such file or direct تريبا محتاج اعمل upgrade لل ultra latex اعمل لها upgrade تعال نجرب small برضو اعتقد المشكلة متعلقة بالجهاز عندنا يعني ما لقاش علاقة بالكود لان لو خدت الكود وشغل عندك هيشتغل من غير اي مشكلة يعني انا حتى بافتح الريبو الخاصة بي يولو v9 مش قادر يفتح الURL بيقول not enough memory فدي مشكلة عندنا انما انت اخذ الكود وشغله على ما انا اشوف يعني ايه الحاجة اللي عندي مخليها الممر يحصل لها كريش بالشكل ده ده بالنسبة الفيديو بتاع النهار ده اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنت وشكرا والسلام علي اشتركوا في القناة